باللعيب لعيبة المنتخب الإلومبي في مطار القاهرة وكان لقاء جميل جدا التقدوا بعض الصور التسكرية الدكتور أشرف اتكلم معهم كمان عن الفترة اللي جاية وهناهم طبعا على الظهور المميز في البطولة بالحقيقة كمان اتحاد الكورة في أول تعليق ليه على هنا للمنتخب قال شرفتونا يا رجالة طبعا الحقيقة فعلا شرفونا بشكل كبير جدا جدا طبعا لقطات الوصول للبعثة باللوم حمد الله على السلامة الهدف وصلتوا للهدف اللي انتوا عايزينه جايين مراجعين كل واحد ها ينضم الناديه خلاص دي طبعا دكتور أشرف أشرف صبحي وطبعا أعضاء مجلس الإدارة المتواجدين في استقبال بعثتنا حمد الله على السلامة وزي ما بقول خلاص يمكن قبل المعسكر بنقول للعيبة اللي كانت بتروح من الأندية للمنتخب اقلع فنلة النادي وخلاص انت داخل على المنتخب بتموحات وبتشيرت منتخب بلدك دلوقتي بعد الرجوع نفس الكلام انت هتقلع تشيرت المنتخب بتموحات وبتبدأ تشتغل بشكل جدي جدا وبشكل جريء جدا وبشكل أكتر مجهودا وأكتر إصرارا لخلال السنة اللي جاية عشان كمان تتواجد في الأولمبياد لعيبة كلها يعني نتمنى كمان من الأندية انها تدي فرصة صورة جميلة جدا بتجمع طبعا كل المنتخب مع الدكتور أشرف صبحي طبعا كلهم موجودين بشكل الناس سعيدة جدا بهذا الوصول إلى الأولمبياد للمرة التالية بنوصل للأولمبياد للمرة التالية على التوالي فإن شاء الله بإذن الله هذا المنتخب استعداده يكون على أعلى مستوى لازم نساعد ولازم اتحاد الكرة يساعد ولازم الأندية تساعد لأن احنا شفنا الطفرة اللي فيها المنتخبات المغربية على جميع المستويات شفنا منتخب المغرب معظمه من اللعيبة اللي بتلعب خارج أو بلعبه في أوروبا حاول احنا لسه بدر على الخطوة دي لكن مطلوب من اتحاد الكرة كمان أن الفترة اللي جاية يساعدوا المنتخب يساعدوه ازاي على الأقل الأندية لازم تدي فرص للولاد دول شافوهم بمستوى أكتر من رائع اديهم فرص فيه يعني الثلاث أربع أسابيع اللي جاية فيه المتبق من الدور العام وخلي تموحاتك موجودة في اللعبة دي اللعبة مش سوى يارخ الله سعندهم ثلاثة وعشرين سنة كمان على مستوى التحاد الكرة حاول توفر بعض الأوقات للمنتخب من مبارات من استعدادات لأن الاستعدادات مهمة جدا جدا في المرحلة اللي جاية لازم نوفر مناخ صالح لاستعداد هذا المنتخب إن شاء الله لو كنا عايزين إن شاء الله نحنا نحصل على ميداليا أولمبية كمان زي ما قلت حضرانكم النهاردة هيكون لنا كلام مهم مع عادفنا المتميز النهاردة هيكون معنا مونير غنام هنتكلم بقى بالتفاصيل على هذا المنتخب اللعيبة المصرية اللي بتلعب بره طب نجيبها دلوقتي طب ندي فرص للولاد اللي عندنا طب شكل الدوري ممكن يكون إيه إن إحنا لازم يكون عندنا لعيبة صغيرة بتلعب مع الفريق الأول نتكلم كمان عن الدوري الإنجليزي وعن الصفقات اللي بولها ترجمة نانسي قنقر